في المهرجان الأردن المسرحي اشتركت بيه مسرحيات من تونس ومن الإمارات ومن سوريا ومن الأردن ومن العراق فهم دا يمثلون العراق بهذا العمل المسرحي وعمل جدا مهم عمل قوي احنا كسفارة احنا واجهة العراق كسفير هو سفير جمهورة العراق فدورنا دعم واني تواصلت اياهم من بغداد الان وصلوا وبعتنا لهم سيارات للاستقبال والتوديع واني شخصيا حضرت الحفل الافتتاحي مال المسرحية مع كادر السفارة وهقد ما كانت قوية ومؤثرة بحيث تم عرضها مرة ثانية بعد مباشرة بعض الأرض الأول تم عرضها عرض ثاني وايضا استضافناهم عندنا بالسفارة وكرمناهم لأنهم مثلون العراق وبيهم فنانين معروفين انا السيد وزير الثقافة هذه رسالة انا قل لك بامانة مو مهم من يمثل العراق لكن المهم من يستطيع أن يمثل العراق تمثيلا حقيقيا ولديه قدرة ولديه منتج سواء كنت تتحبه أنا أكرها ما لنا علاقة بهذا هذا العمل المسرحي إلى الآن أنا تصني رسائل واتصالات بعد ما تم عرض على اليوتيوب بعد العرض الأولي الكثير من العراقيين الكثير من العراقيين تواقين أن يعاد عرض مرة أخرى للجالية العراقية وحتى كثير من الأردنيين قد أعجبوا به إذا كنت أو إذا كان الأمر يهمك فأتمنى لهذه الفرقة المسرحية مرة أخرى أن تأتي هنا إلى عمان لكي تارض هذا العمل خصوصا أنه السيد السفير مو قدامه أقول مارسوا دورا إيجابيا مهما بحاجة أن نطلع إلى العالم بوعينا وبثقافتنا وبفنانينا وبمخرجينا وفناناتنا لنقول هذا العراق ما زال يمتلك إرثا ثقافيا وحضاريا مهما أترك الخلافات جانبا والتقاطعات جانبا ودعو العراقيين يصدرون وعيهم إلى العالم